بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هناخد مع بعض التجربة رقم 6 اللي هي الناندجيت طيب زي ما عملنا في كل التجربة اللي فاتت هنشرح بس الناندجيت دي بشكل نظري الاول الناندجيت هي عبارة عن او رمزها بيكون بالشكل ده هي اندجيت عادية خالص بس قدامها نط لو ليها مثلا تو انبوت اي و بي و ليها اوتبوت اف فلو جينا نعمل الترستيبل بتاعه هيبقى هنا اي و بي و ادي الاوتبوت اف وهي ليها اربع قيام ممكنة اما سفر و سفر او واحد و سفر او واحد او واحد و واحد طيب تمام طيب احنا قلنا ان الناندجيت هي عبارة عن ايه اسمها ناند الناند دي تقدر تعتبرها ان هي اند زائد نط يعني اندجيت عادية بس قدامها نط فاحنا عارفين ان سفر اند مع سفر بسفر النط بتاعها او الانفيرتر بتاعها هيديك ايه هيديك واحد تمام وبرضو عارفين ان سفر عند مع واحد بسفر النط سفر عند مع واحد و برضو بسفر النط تاع هيديك واحد اند مع واحد هيديك واحد النط تعتبر صفر تمام فده كده التراستي والبتاعه طيب هنمثلها ازاي بقى في التجربة مفروض احنا هيبقى نفس اللي احنا عملناه كل مرة هيبقى عندنا ادي دي هيبقى الاي سي بتاع النان دي جيت والمفروض الليد دي تنور مرة واحدة بس لما يكون السويتش ده والسويتش ده الاتنين ملاقين مع بعض يعني احنا هنعمل اربع تجارب خلينا كده ايه نبص على الجدول ده هنا لما يكون الاي مفتوح السويتش مفتوح ويه البي مفتوح مفتوح يعني انا مدخل سفر او مفيش فولتش المفروض الليد هنا تبقى ايه تبقى بواحد يعني مفروض الليد هنا تبقى اون طيب وبرضو هنا لما يكون ايه مفتوح وبيه هو اللي مغلق برضو الليد المفروض تكون اون والعكس لما يكون الايه هو اللي مغلق يعني بواحد والايه هو اللي مفتوح السويتش برضو مفروض تكون اون الحالة الوحيدة اللي الليد المفروض تكون مطفية فيها او ما تنورش هي في حالة ان انا كون الايه مغلق والب مغلق في نفس الوقت تمام فهي مفروض تكون اف 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 واللد ما اتنورش يبقى احنا لما هنشوف اتنين كاركاد مع بعض مفروض اللد دي تنور في اول تلات حالات لما يكون السويتش ده مفتوح وده مفتوح وواحد منهم مفتوح والتاني مغلق والمفروض تطفي لما اقفل اتنين مع بعض طيب احنا هنروح على اا التن كاركاد الاول بس هشرح لك الاي سي ده من من جوه بيبقى عامل ازي برضو زي ما شوفنا كل مرة يبقى عبارة عن هومج ده خلينا نشوف ده ده هتلاقي ان هو جوه اربع نان دجيت من جوه ماشي وعندنا مدخل ل pad ده هيتوصل في ground ده هيتوصل بال power واحنا هناخد اول نان دجيتame بس اللي هي اول وحدة هنوصل ده كده هيبقى طرف الtitل الاول هيتوصل بالب اي تطرف الامبوت تطرف الانبوت الثاني هيتوصل بالB والالأول س هوصله بايهcaد اوصله بابد مقاومة تلتمية وتلاتين اوم وبعد كده هيتوصل بيه الليد زي كل مرة وبعد كده هيتوصل بيكراوند ال اي والبي كل واحد منهم هيتوصل بسويتش معين ماشي وفي الاخر تمام والاتنين هيتوصلوا بيه الباور سابلاي بالشكل فده اللي احنا هنشوفه في على التين كاركات هتبقى نفس الرسمة دي بالضبط ده السويتش الاول ده السويتش التاني ده الليد ده المقاومة ده متوصل بيهجراوند اي طبعا نعمل اي في التين كاركات زي ما بنعلم برضو في كل التجارب اللي فاتت هنشيل الاي سي ده بتاع اورجييت هناخد تجربة الاور الجيت اللي هو اول تجربة هنشيل الاي سي بتاع وتحوط مكانها الاي سي بتاع النهند بات له نريح مع بعض الي التين كاركات طيب قدي برنامج التين كاركات اه برضو هنيجي على اول تجربة اللي هي الأور جيت ونعمل له هنعمل لها упذح معانا بالشكل ده هنغير اسم التجربة زي كل مرة هنشيل كلمة copy of D وهنقول لدي كده تجربة رقم 5 والتجربة دي اسمها ايه اسمها ناند جيت طيب هنجي هنا برضو هنزرش على جيت وهنختار الناند جيت اللي هي دي كل اللي هعمله هنشيل الاند جيت الار جيت اللي هي موجودة هنحزفها ونحط مكانها الاند جيت ونوصل نفس التواصلات بالزبط طيب هنوصلها بالpower هنوصلها بالground هنصغر شويه نوصلها هنا بالground ماشي ده الانبوت الاولاني هيتوصل بطرف السويتش الاول ده الانبوت التاني هيتوصل بطرف السويتش التاني ده الاودبوت هيتوصل بيه هيتوصل بالمقاومة وتعال هنجرب مع بعض طيب المفروض لما يكون الاثنين مفتوحين الليد اتنور لما انوّر واحد واطفي الثاني برضو ليد اتنوّر لما واطفي الاولاني واشغل الثاني برضو ليد اتنوّر الحالة الوحيدة لليد تطفل مفروض تكون ايه؟ الحالة الاخيرة خالص ان يكون 2 سويتش مغلقين اللي هي الحالة دي فانت هتاخد صورة لكل حالة منهم على حدة ونزلها عندك بها دي كده التجربة تجربة الناند جيد طيب تمام